بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صلى على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وأهلا وسهلا بحضراتكم في حديث الروح وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسري إلى القلب والروح وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ودوام العافية والشكر على العافية وتمام العافية العافية علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسأل الله العافية وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من كل مكروه وسوء العافية معناها المعافاة من كل مكروه وسوء حتى أنه علمنا أن لا نسأل الله الصبر فإن إذا سألنا الله الصبر سألنا الله البلاء لكن إذا نزل البلاء عندئذ سألنا الله الصبر وتحلينا بالصبر على البلاء وفي كل حال نحن نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمعافاة أن يدفع عنا البلاء حتى قبل أن يقع البلاء فإذا نزل بلاء من الابتلاءات دفع الله سبحانه وتعالى عنا شره وجعل لنا من الرضا نصيبا بما قضاه الله الحق سبحانه وتعالى إذن فنحن نستبشر الخير ونسأل الله سبحانه وتعالى الخير ولا نظن به سبحانه وتعالى إلا خيرا فقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى في كل حال إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى يجعلك دائم السؤال للعافية إحسان الظن بالحق سبحانه وتعالى يجعلك دائل الأمل فيه سبحانه وتعالى مهما كان الأمر حتى ولو كان الأمر متعلقا بمعصية ما فاسأل الله سبحانه وتعالى العافية وبعد التوبة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمك أن تقع في هذا المكروه فالمعصية مكروه فأسأل الله سبحانه وتعالى وظن بالله سبحانه وتعالى قيرا كما علمنا رسول الله في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي به اسأل الله العافية دائما على كل حال وفي كل حال واستبشر بفضل الله سبحانه وتعالى دائما فسيجعل الله لك من هذا الاستبشار وهذا التفاؤل فرجا ودفعا للشر ورضا بقضائه سبحانه وتعالى وقدره واستعن على هذا الأمر بأن تكرر الذكر فالذكر فيه عون لك في الحياة عون لك وعون لك في هذا وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتخذه الصالحون برنامجا يتلونه في الصباح والمساء التمسك بالعافية وأن يجنبنا سبحانه وتعالى الشرور وأن لا يرد علينا إلا الخير علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أذكار الصباح والمساء أن نقول اللهم إني أصبحت هذا عند الصباح أو أمسيته عند المساء فنقول اللهم إني أصبحت أو أمسيته منك في نعمة وعافية وستر فأتمم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أو أمسيته منك وضع ألف خط تحت كلمة منك فهو سبحانه وتعالى صاحب النعمة وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا شاء ونحن مؤمنون بقضائه وقدره إذا شاء أنعم عليك أنعم عليك بماذا لغم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر ويا لها من سلاسة أمور كلنا نحتاج إليها كلنا نحتاج إلى نعمه سبحانه وتعالى فإنه إذا قطع عنك الإمداد بالنعم إن قطعت عنك الحياة والعافية أن يدفع عنك المكروه والستر وكلنا نحتاج إلى ستره سبحانه وتعالى علينا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية وأن يجدد لنا من نعمه وعافيته وستره وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة